موسيقى مساء الخير على كل المصريين أخبار جديدة عظيمة هتساعد المصريين سمعنا النهاردة أخبار كتير فرحت الناس غيرت من نظرة الناس عن الفترة العصيبة اللي شافوها إنما قبل ما أدخل في أي موضوع كان أهم كلمة سمعتها النهاردة إن إحنا هنتعايش الأزمة ما خلصتش إنما ثقافتنا تتغير قبل ما أدخل في القرارات وأهم الأحداث النهاردة هي من يوم السبب خريطة جديدة للتعامل في مصر هنتعامل إزاي مع بعض ومع المنشآت ومع كل المؤسسات ده اللي كله هنسمعوه إنما حابب أنوه في البداية عن أمر مهم بالنسبة لي أنا شخصي لما ابتدينا برنامج دفتر أحوال ابتدينا بفكرة صغيرة فكرة خدمة الناس كفكرة قانونية أنا في الأصل قبل ما أكون مزيع أو مقدم لبرنامج في الأصل أنا مستشار قانوني وكنت بعمل في المحامات ابتدينا بفكرة صغيرة إزاي نساعد الناس؟ إزاي نقرب صوت الشكوى وصوت الطلب بتاع المواطن المصري لمسؤول إزاي نحلله مشكلة قانونية ابتديت الفكرة معانا صغيرة دايماً الفكرة بتتولد صغيرة وتجبر مع الوقت كبرت الفكرة معانا ابتدت الناس تقرب لنا أكتر بقيت حس شوية بالاهتمام تعبنا عنينا لحد ما الحمد لله قدرنا نوصل لناس كتير مش بس ربنا كان جعلنا سبب إن إحنا نساعد ناس كتير بقول دايماً ربنا كان جعلنا سبب إحنا ما ساعدناش إنما إحنا قدرنا بفضل ربنا إن إحنا نكون حلقة وصل خلينا أقول لكم ليه ابتديت بالمقدمة دي تحديداً علشان الحمد لله إن الفكرة كبرت مننا أكبر وأكبر وتعد الحلقة اللي إحنا فيها دي من آخر حلقات برنامج دفتر أحوال علشان التطور إدارة القناة كانت شغالة على فكرة إن الموضوع لما يكبر نقدر نتطور معاه الفكرة عدت مننا أفاق جديدة موضوعات أكبر مش بس خدمة الناس على المستوى القانوني والمستوى الخدمي إنما أمور كتير بنتكلم فيها ونتشعب فيها فبالتالي قررنا وكانت إقدارة القناة تحديداً ليها الصبق فإنها تتطور معنا الموضوع ونوصل أكتر للناس نوصل أكتر لكل مواطن من حقه خدمة ومش عارف يوصل لها فيه كتير مواطنين مش عارفين يوصلوا له الخدمات لإيه اللي توعي منهم؟ بنحاول مع بعض نكبر الوعي إن شاء الله الأسبوع الجاي تحديداً هنشوف أفكار جديدة موضوع جديد شكل جديد لبرنامج مفاجآت كلها بإذن الله هننتظرها مع بعض هنشوف الأفضل هنشوف إيه التوسع بتاعنا هيودينا لفين كله بيصبت مصلحة المواطن المصري ده هدفنا هدفنا الأول والأخير مش هدف شخصي مش هدف زي هدف مجتمع ربنا جعلنا منبر في إعلام علشان نوصل صوت وفكرة للمسؤول ونوصل صوت المواطن للمسؤول فبنكبر ده وانتظره جديد بإذن الله أدخل معاكم بعد المقدمة فأهم الأخبار العصرتها الساعات اللي فاتت مصر سيد رئيس مجلس الوزراء النهاردة طلع ببيانات كتير جدا محتاجة شرح محتاجة توضيح محتاجة إن إحنا نهدى شوية بفكرة الفرحة إن إحنا هننزل لأن إحنا لازم لما ننزل ننزل بقيود ننزل وعندنا وعي تقريبا أربع شهور عدوا علينا فحظر الحمد لله غير دول كتير عد عليهم حظر كامل من الصبح البالليل الحمد لله قدرنا نعدي مرحلة كبيرة إنه ما يكونش عندنا نفس الأزمة إنما نرجع للقرارات ونشوف إنه الفكرة فكرة التعايش مع كرونو هي الهدف الرئيسي التعايش وليس إنه الموضوع انتهى وليست نهاية الأزمة ما زلنا في أزمة أزمة وباء عالم إزاي نتعامل لفترة اللي جاية ده اللي هنقوله بس خليني أقول إنه كان من أهم الحاجات اللي فرحت الناس فتح منشآت وكفيهات ومطاعم وقتلات آه يمكن شوية بقدر قليل اللي هو 25% وهنعرف برضو إنه 25% دي إزاي هتتحجم وإزاي هتتربط وإزاي هنتعامل معاها والفكرة إزاي هتوصل للمستأجر أو لصاحب المنشآة اللي بيتعامل فيها وكمان المالك هل هيتم قيود جديدة هيتم أمور جديدة نتعامل فيها الفترة اللي جاية ده اللي هنقدر نعرفه وإحنا مع بعض دلوقتي خليني أقول كمان كان من أهم الحاجات إنه حتى السينمات والمصارع هتفتح بالقدر ده شوية طار فيها على الناس شوية نفق من الأزمة نفق إزاي منها نخرج للنطاق كان أهم حاجة في الموضوع بالدور حوالين عقلي هي استفادة الحكومة الحكومة قدرت تستفيد من الأزمة فعلا أنا بقول رب درة النافعة حقيقي إنه الأزمة عدت علينا وعدت الأمور وعدت بحلوها وبمرها في الأربع شهور اللي فاتوا إنما أنا شايف من وجهة نظري إنه كان في استفادة كبيرة جدا هتقولي الاستفادة جاية منين هقولك من إنه أصبط يومك وتصبط طريقة معيشتك وطريقة حياتك الطبعية على مدار اليوم فيه ناس كانت بتصحب الليل الساعة تسعة وعشرة وتدتدي يومها فكل الأمور دي أوروبا والدول المتطورة قوي بتلاقيهم بيقفلوا من بدري ده أسلوب حياتهم يمكن كان أسلوب حياتنا خاطئ طوال السنين اللي فاتوا يعني إزاي؟ يعني بتلاقي الأماكن آه فيه أمان وفيه عمار بس دي سلبية إنه تفضل إهلاك كامل طوال اليوم لكل مرافق الدولة وكل الكهرباء ومية كل حاجة كل حاجة كان فيها إهلاك الدول كلها دول العالم بتقفل بدري بتبتدي يومها بدري كان لازم نستفيد من ده يمكن اللغط أو الحتة اللي كانت الناس بش مدركاها في إنه الأماكن هتفتح لحد الساعة 10 كافيات المحلات تقفل الساعة 9 هنسيب براح الناس دي تروح لحد الساعة 12 ومن هنا بيكون اليوم انتهى الفكرة مش فكرة حظر بقى من 12 لأربعة وجود الحظر أو عدم وجوده هي مش الفكرة الرئيسية الفكرة الرئيسية في إنه اليوم للمواطن المصري يتضبط لازم يكون فيه نشاط فيه عمل ننام بدري نصحة بدري نطور من أسلوب حياتنا أنا شايف إن دي استفادة حتى على المستوى الشخصي استفادة كلنا لازم نغير من طريقة تفكيرنا في الفترة اللي جاية حتى من سلوكنا سلوكنا لازم يتغير التعامل مع بعض السلامات الارتباط وإنك تقرب كل دي أمور كانت بتنقل أمراض بعيد عن الكورونا وبعيد عن الأزمة اللي إحنا فيها أمور كانت خطأ يمكن من فضل ربنا علينا إن إحنا عدنا ده من غير أزمة فمش لازم يكون فيه مشكلة في بيتك ومشكلة في حياتك عشان تمتنع عن التعامل إنما لازم تتعامل بحرص أنا شايف إن دي كانت أهم الأمور أمور تانية كمان كانت مهمة جدا في القرارات النهاردة بتاعت مجلس الوزراء والسيد رئيس الوزراء في إن الأماكن الدينية أو الجوامع والكنائس الصلوات فيها بفضل ربنا رجعت كل الناس كانت مشتاقة تسمع القرار مشتاقة إنها ترجع لدور العبادة ترجع الناس تصلي في الكنائس تصلي في الجوامع فرضها حتى ده كان لازم يكون بقيود قيود إزاي؟ الصلوات الرئيسية النهاردة مثلا عشان بس الناس بش مدركة ده زي صلات الجمعة مثلا الصلوات اللي فيها تجمعات صلات الجنازة حتى المناسبات زي كتب الكتاب للمسلمين الإكليل للمسيحيين كل الأمور اللي فيها تجمع نهدى عليها شوية لحد ما نعدي الفترة أكتر وأكتر أمور كتير غيرت فرحت الناس كمرحلة مرحلة بداية بداية من مرحلة جديدة هنعنشع أمور جديدة بنحاول نتعامل معاها قدر الإمكان أنا شايف تعاملنا مع الأكبر وتعاملنا مع الأزمة الرئيسية نفسها وهي الكورونا فعز سطوتها وفعز تمكنها من العالم كله مدام عدينا المرحلة دي بقى أكيد بإذن الله أنا عدي كمان أسهل بالنسبة لي من كده فيه اتصالات كتير فيه استفسارات كتير ناس كتير بتتصل أنا عارف أثرنا شوية في الرد بسبب أن الجهات كانت أجازة معظمها أجازة الجهات الحكومية رجعت بإذن الله هيرجع الموظفين يتعاملوا مرة أخرى وهنشوف إيه الجديد بمناسبة الاتصالات والناس خليني أخذ اتصال مساء الخير سيدة زينب صح؟ أيوما حضرت حضرتك أنا عندي مشكلة ونفسي الناس كتير اسمعني حضرتك أنا والدي متوفي بقى له شهرين وأنا والدتي كانت بتجاهز أختي وعليها الزيون كتير ومش عارفين نسي الدهاء أنا مخلصة كلية التنوريد ولفيت على الناس كلها من حد ساعدني مش لأي حد ساعدني وسدد الزيون اللي على والدتي وتعدت من كتر المباحث اللي بتدخل تاخد والدتي كل يوم بالليل هي والدتك اللي كانت مدانة ولا والدك الله أرحمه لا والدتي والدتي تناير هي والدي وكانوا منفصلين عن بعض آه طيب مين اللي كان بيسد ديونها؟ أنا عايز أنا كنت بأشتغل أنا كنت بأشتغل في كل حاجة وبسد الديون اللي عليها بس ما قدرتش الديون بتكتر علي طيب النهارده خليني أسألك بس أنت بتشتغلي في التمريد زي ما بتقولي لي آه بأشتغل حضرتك طيب مازلت تشتغلي ولا أنت قاعدة دلوقتي؟ لا قاعدة قاعدة ليه؟ ده النهارده ده المفروض أنه مصر محتاجة لنا كلنا ده النهارده نشتغل خاصة في مجال الصحة وكنت بأخد فيلوز يوميا ما كنتش بأخد شهريا حضرتك آه باليومية يعني آه طيب النهارده إيه اللي جد إيه اللي قاعدك من شغلك؟ ما فيش مقلدتي عملت حاج ثورك كبت شريحة ومسامير في رجليها وما بقتش تتحرص تي مقيمة فيه؟ بإيه ده أنا أنا في المنوفية المنوفية؟ تي مش من القاهرة؟ أي لا 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 طيب أنا هستسمحك آه يعني المبلغ الأول اللي موجود كمديونية على اللي تثبت الدين بتاعتها والأواضي بتاعت المحكمة حضرتك عليها الأواضي من 2012 ومن 2013 طيب أنا بس أقلك اللي هم أصحاب الدين هي دي نتيجة إقصاط أو نتيجة حاجة معنا؟ ولا كانت فلوس سلف؟ لا كابت جيب حاجات بالإقصاط وبتمضي على وصل أمانة وكروض من البنك آه كوضيليات صغيرة بالتلات تلاف والأربع تلاف اتكوموا كلهم وهي ما بتشتغلش؟ آه لا حضرتك ما بتشتغلش وأنا حاولت كتير ومعرفتش أن أنا أسعادة ومعرفتش أوصل لحد طيب حتى أنا عملت فيديو استغاثة لصف الريض وطلبت أن أنا عايزة قابله وأن أنا أكلمه أنه هو يقف أنت يا عمرك كم سنة يا زينة؟ أنا عندي 23 سنة 23 سنة طيب خليني هاستسمحك بس في رقم تليفونك في الكنترول ونرجع نتواصل معاك ونعرف يمكن ربنا يجعلنا سبب بإذن الله لحل المشكلة يا رب أنا بناشد أهل الخير اللي عايز يساعدني وأنا مش عايزة حاجة في إيدي هم يجوا يشوفوا الحلب نفسهم ويسألوا علينا وهم يتدوا أنا أنا مش عايزة حاجة في إيدي ونفس سيادة الرئيس يسمعني أنا عايزة قابله عايزة تكلم معي عايزة أحكيله على المشاكل بتاعتي إن شاء الله إن شاء الله يوصل صوتك وكلنا بإذن الله معاك بشكرك بشكرك أستاذ زينب وربنا يسد دايماً مع علينا جميعاً خليني أخد اتصال من أستاذ عادل المصري رئيس خرك المنشآت السياحية اللي النهاردة متهقلي الحديث والأمر الشاغل هي فتح المطاعم السياحية والكافيهات والأماكن السياحية والمنشآت السياحية مسائل خير أهلاً وسائل محمد عادل بيه مسائل خير عليك الأول أهلاً وسائل خبر فرحنا كلنا الحمد لله الحمد لله إنما القيود الجديدة والخمسة وعشرين في المية أيفاً إزاي هنتعامل مع ده الفترة اللي جاية أي القيود الحقيقة دي إحنا بقلنا شهر ونص تقريباً بنتكلم فيها وبنحطها مع معالي الدولة رئيس الوزراء عرضناها عليه ومعالي الدكتور خالد العناني في أكتر من اجتماع اجتماعنا وعدلناها أكتر من مرة واخدنا الشروط اللي اتطبقت فيه مطاعم الفنادق وطبقناها عندنا تمام وعدلنا فيها بما يتوازى مع العمل عندنا في المطاعم والمخاهي وبعدناها لكل المطاعم والمخاهي عشان تبتدي تجهز نفسها لخبر الافتتاح تمام وأول ما جلنا الخبر النهاردة وزعناها على طول المشورات أن الناس تبتدي تجهز نفسها وتستكمل اللي عنده حاجة نقصة تستكملها تمام لأن احنا هنعمل لجان من وزارة السياحة والغرفة هتنزل تراقب تنفيذ هذه الإجراءات يعني هترقب التشغيل عملية التشغيل نفسها الأول حذائب تنفيذ الاشتراطات يعني مثلا قياس الحرارة عند المدخل عند المدخل بيبقى فيه مطاهرات الولاد لابسين كمامات نظافة الحمامات ونظافة المطابق وضع الترابيزات كل ترابيزة بقيدة 20 متر عن ترابيزات تانية الكراسي متر ما بين كل جسد وجسد عميل وعميل وضع المطاهرات على كل ترابيزة سواء بتبقى كده ورقية أو أزايا الصغيرة للتطهير فالأول بنتأكد إن الحاجات دي موجودة تماماً اليافطات الإرشادية تبقى موجودة وبعدين بندي شهادة صلاحية طب خليني أسألك الأول سؤالين كان مقدر وكان يقال إنه 50% اللي هيتم العمل بيه إيه اللي نزلها 25% هي نوع من التجرؤ أنا كنا مضاققين فينا 50% صح كده عسياتك كنت بلغتنا بكده إنه تقريباً ما يعادل 50% على أساس إن سمح الآن للمطاعم الفنادق السياحية نادي الشغل 50% والتجربة تجربت قريباً فكنا عايزين ندخل على طول في 50% زي مطاعم الفنادق إنما يمكن القيادة السياسية حابت تجرب صح المطاعم والكافيهات بالذات إنه ما يحصلش أزمة آه في التشغيل الضبط ابتدت 25% جنوع من التجربة وعشان كده أنا بقول لكل الناس اللي تبعها الغرفة من فضلكم التزموا التزام تام عشان نقدر إن إحنا نطالب بقلب جامد 50% وبعدها 100% طيب أنا أتفق معاك ومتفق مع مجلس الوزراء ده خليني أسألك سؤال مباشر النهاردة المكان أو المنشأة اللي ما صدرتش لها شهادة صلاحية تقدر تشتغل؟ لا أه لا أشوف حضرتك فيه فيه نوعين آه فيه نوع ما موفاش لالتزامات وده مش هياخد صلاحية ولا يعمل وفيه نوع اللي هو إحنا مش هنلها عندها 1400 منشأة أيواه هو ده سؤالي انت حضرتك دست دا تقريبا كده على الزرار المهم بالنسبالي انا عندي المعارضة كم يوم المعارضة طبعا احنا كلنا كنا في ترتيبات عشان انزل 1400 منشأة مدوازعين على انحاء الجمهورية دول مش في القاهرة والجيزة بس قاهرة والجيزة ده كلام مظبوط صح ان انا مش هقدر الحق احصر 1400 منشأة عشان اديهم شهادة صلاحية طب خليني اسألك النهاردة المنشأة اللي هتحط الاجراءات دي الوقائية والاحترازية وتتعامل وهي مقدمتش على شهادة صلاحية فلو عديت انت عليهم باللجنة وشفتهم ولقيتهم ملتزمين دون الحصول على شهادة صلاحية ده كمان ده يمشي عادي اه شوف ده حضرتك كان في اجتماع النهاردة مع الوزير وزي السياحة وقلت له نفس النقطة ده قلت له بعد اذنك تسمح لنا بالتعامل صح انا بقدر الامكان هتفق مع الوزارة على الاربع خمس اللي جان تنزل في اليوم كل اللجنة هتعمل لها مثلا عشرة اتناشر ولو افترضت انه خمسين منشأة اتعاملت في اليوم برضو مش هتلحق تحصر الالف وربعونت منشأة بالضبط ومع درش النهاردة معالي دولة عيس الوزراء قال تفتح من يوم واحد وانا اقول له لا ما تفتحش صح القرارات السيادية هي هي الادرة وهي الاوقع بالنسبة لنا بالضبط صح طبعا معالي الوزير تفاهم وقال لي طبعا انا مقدر ومتفاهم والله لما هتتزله اللجنة وهو شغال وتلاقيه ماشي على الاجراءات كلها هتقول له اوكي بالضبط انما لو لقيته مش ماشي على الاجراءات الرجل بش ملتزم ده ياخد وقف ده الرجل بش خايف على نفسه ولا خايف على الناس بالضبط صح دي ما بهاش هزار صح انا اتفق معاك حتى في الطريقة اه اللي هيخالف المطعم حيتقفل وصح والمدير هتسعب رخصته سعب رخصة المنشأة كمان نفسها المنشأة هتوقف عن العمل لفترة والمدير هتسعب رخصته انا متفق معاك قلبا وقالبا في الاجراء نفسه والتيسير والتسهيل على الناس خليني اسألك انا سؤال جانيبي كده يمكن البعض بيهتم به ولم يتم ذكره على الساحات الشيش والتدخين ما تمش الزكر ده هل هي مدرجة في نسبة الخمسة وعشرين في المية ولا لأ لا 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 الشيش دي موقوفة تماما دلوقتي بيتحط لها نظام على حد علمي انا مش مشترك في اي لجنة خاصة انما على حد علمي انه هيتحط لها نظام هيتحط لها اجراءات جديدة اه يعني حضرتك عندك عايز تعمل شيشة خاصة لمكان لتدخين الشيشة المكان ده يبقى فيه تعمل يعني تعد رخصة جديدة للتدخين او للتعامل مع الشيشة والامور دي بالضبط تبقى في حجرة مغلقة يعني ده متهيألي ابلاغ ابلاغ اللي حضرك بتقوله ده ابلاغ بالامور الجديدة لصدرت مجلس الوزراء لانه كتير من المنشآت اعتقدت ان الخمسة وعشرين في المية لا هيتعاملوا مع الشيشة برضو عادي لا 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 ده قائقات يعني قيلت صراحة والمستشار نادر سعد في تفكيراته على كل البرامج بالوقتي وضح دي وحتى هي ملغية اساسا في الفنادق الفنادق اللي اشتريت خمسة وعشرين واشتغلت خمسين برضو ملغي فيها تماما موضوع الشيشة برضو ممنوعة تماما اه اه طبعا سواء في الامات المقفولة او المسطوحة شايف ان الناس لو التزمت بالطاقة الخمسة وعشرين في المية والتعامل ده نرجع نوصل لطاقة الخمسين في المية او الخمسة وسبعين في المية او للطاقة كاملة في خلال مدة قدية ده يعني شوف حضرك دك اللجنة الازمات دي بتتابق ساعة بساعة مش بقولك يوم بيوم ساعة بساعة يعني ممكن قوي في خلال اسبوعين من استقرار الحالة الصحية استقرار الاعداد مراجعتهم للمطاعم اللي شغالة فاعلة وليه انها فاعلة مرتزمة يصرحون في خلال اسبوعين بس اللي انا خايف منه حاجة واحدة ايه هي بقى؟ انا بتكلم طبعا عن المطاعم السياحية اه المنشآت السياحية عمونا المرخصة والمرغبة من نوزات السياحة اللي احنا مسؤولين عنها تمام طيب وماذا عن المطاعم والكافيات التابعة للمحليات والله كنت نفسي اسأل سيادتك لكنك غير منوض الامر اه لكن لا هقول لعباتك انا برضو اثرت هذا الموضوع مع المعالي الوزير تمام وقال لي ان هو اتفق مع اللجنة الازمة ان المطاعم دي برضو عشان تفتح لازم تطبق الاشتراطات اللي احنا حطنا ومين اللي هيدير بقى؟ مين اللي هيدير العملية دي؟ هل الاحياء يعني؟ مين هيرائب؟ اللي يرائب بقى يا اما الاحياء رؤساء الحي رؤساء الحي عندهم السلطة او وزارة الصحة وزارة الصحة كمان معنية بهذا الامر او لجنة من الاثنين تنزل تراقب هذه الاشتراطات اللي احنا ماشيين عليها هتسألني هقولك عايزة اقولك انه من المفترض وجهة نظري ان الناس تكون هي الرقيبة على نفسها لانه وزارة الصحة النهاردة هتعمل ايه ولا ايه؟ هتعالج الناس من الكورونا وهتديهم الادوية وهتهتم بالامر الصحي ولا هتنزل على مطاعم وكافيهات تمر بلجان المفروض الوعي يعني حضراتكم في التلفزيون والراديو والبرامج يعني طول النهار بتتكلموا التوقية في كل مكان موجودة نقل الثقافة للمواطن ده الاهم مش مهم الربح الربح دي مسألة استثنائية صغيرة مرحلة قليلة قوي لو عدتها هترجع توصل اللي انت عايزه لا لا احنا بنبص دلوقتي بس ان احنا نجيب نغطي مرتبات العاملين واجارات الاماكن اللي احنا فيها لكن محدش فينا بيبص يمكن ده شغل الشاغل للمستأجرين الفترة اللي جاي بالزبط بشكرك شكرا جزيلا لأستاذ المصر رئيس غرفة المنشآت السياحية اللي فعلا الوعي للمواطن المصري مالك مستأجر عامل موظف هو اللي هيعديك لبرى الامان امور كتير متلغبطة مع الناس ما بين ان انا اهتم بصحتي وما بين ان انا الاقي قوت يومي او وسيلة معيشتي الفلوس اللي هصرف بيها هاكل واشرب لغبطة لغبطة مع الناس عاملة حالة من التخبط انا خايف اتعامل وكمان لازم اتعامل علشان اكل عيشي وعلشان افتح بيتي ايا كان الوضع المادي فيه اه خليني اعرف ان اتصالات كتير خليني ااخد اتصال سوزاريهام السعر خير الو سعر النور فضالي افن ايوة افن ايوة افن ايوة افن اصبحت انا اسم الهنطة راحي دي من من دهائلية فضالي انا وراي عندي ديون حوالي ستة الف جنيه دي نتيجة ايه ايجي بيجي ان انا جبت من نياس اللي بالجنيه بتالتة من ايه؟ اللي بالجنيه بتالتة تعملتي بالربا يا ايوة ايجي اوة جبتوه خمس تالتة اوة خمس تالتة ان انا ما عليش في الكلمة ان اما بيعت كليش هل انا سألك قبل ما ادخل في تفاصيل الموضوع ايوة هل المسؤول عن ده هو انتي ولا الدولة ولا مين انا انك تبيع جزء من جسمك وانك تتعاملي بالربا ده مين المسؤول عنه غيرك اللي انا ما بيتش مزء من جسمي عشان كده انا بيت عشان انا هتحبث انا عشان هتحبث وهم كنوبي يعني انا خلت معهم في زولي الناس متعرفش ربنا ابدا الناس متعرفش ربنا تشتغل ايه يا صدرية؟ انا كنت انا اصلا من الكاهرة وكنت شغالة مدرسة اصلا في الكاهرة بس انا جيت هنا دهالية بأي ثلاثة مين عشان جود اتعين في الحكومة مصدر ديونك منين؟ ربنا ديوني من الناس المصدر ديوني اللي انا اخذت اول مرة خمس تلاف جنيه هتشتري موبايل ولا كنت عايزة خمس تلاف ايه؟ خمس تلاف عشان عايزة عشان كنت فتحة محل وطلاط كنت فتحة محل عشان خلي ارشي لعياتي الاولاد الخمسة انا انا مشفق عليكي قبل ما اكون متعاطف مع حالتك انا مشفق فقط على عقلك انك ازاي توصلي نفسك المرحلة دي رغم ان انت ما عندكيش التزامات وما عندكيش مشاكل فكرة انك تدخلي في مشروع خاسر او تدخلي في مشروع وتاخدي فلوس بالربة هي بداية الامر السيء خلينا اتواصل معاكي تاني اصدريام ونعرف نقدر نحل ده ازاي؟ انما يمكن دي رسالة ان انت اللي بتتحكم في امور حياتك انت اللي بتروح للطريق الصح انت اللي بتروح للطريق الغلط اختيارك للبداية الغلط بيترطب عليها امور كتير قوي غلط فكرة انك تقبل الحرام في البداية بانك بتحلله لنفسك علشان تبتدي مشروع او تبتدي حياة فاعتقد انها هكون حياة كريمة وانت بدئها بالحرام هي اكتر سلبية خلينا اتنقل لموضوع تاني مهم جدا هو الشغل الشاغل في مصر حاليا اه وهو السنوية العامة انا شخصيا مليش علاقة برأي حد انما ده رأي الشخصي انا من اكتر المتضامنين مع وزير الترمية وتعليم هتسألني ليه؟ هقولك بالراحة وبالعقل الموضوع ولا هو تطبيل ولا هو توجه انما هو ده رأي الشخصي والتحليل المنطقي بالنسبة لي موجود النهاردة تولى الوزير منصبه لتنفيذ خطة تعالوا نتكلم بالبلد شوية لو جبت اي مواطن وقلت له تعالوا انا هخليك تتولى منشأة محل بقى مطعم ايا كان وعايزك تكسبني المكان ده بيكسب عشر قروش عايزك تكسبني يعني الفين هتقول لي ايه؟ اديني فرصتي صح؟ وتكون عايز تطبق نظام يوديك لمرحلة الربح دي هتقول عليكو شوية بالقصة وبضرب المثال انما لو رجعت للمنظومة نفسها دول العالم كلها النهاردة بقت متطورة يعني ايه؟ يعني الدول اوروبا اللي انت نفسك تمشي على نهجهم في التعليم وتكون متطور حتى الدول العربية كتير جدا منها ماشي على النظام الاوروبي في التعليم واحنا عشنا سنوات محلك سر جي الراجل الفاضل قال انا هتطبق منظومة جديدة تودينا للتطور ازاي؟ هدخل بقى الانترنت وهدخل تاب وهدخل امور كتير تخلينا افضل تحدث افضل مواجبة للمجتمع الدولي الناس قامت مع عادتش ليه؟ مصالح شخصية دروس خصوصية وخلافه بنحاول نحاربها بقالنا سنين ومش عارفين مش قادرين النهاردة الراجل عنده خطة وماشي عليها لازم نمشي مدومنا عايزين نتطور تعالوا نبص كده بالراحة الطالب بتاع ابتدائي واعدادي ويمكن اولادنا اصغر من كده قاعدين على الموبايلات على الفيسبوك وعلى التيك توك وعلى كل البرامج اللي موجودة دي تجيله تقوله تعامل في التعليم بالايباد بتاعك ولا التابلت يقولك اصله صعب اصله مش عارفة ايه لا انت اللي مش عايز هي الفكرة موجودة البزرة الصحة تحطت انما العقليات معترضة علشان هي عايزة تعترض تعالوا نبص القرار اللي امتحانات نفسه من وجهة نظري الشخصية النهاردة ازاي مرحلة تعليمية تتنقل لكلية من كليات القمة او راجل ما يجيبش مجموع ويدخل معهد او ما يكملش اصلا ازاي يساوي اللي ذاكر باللي مذاكرش لو ما كناش حطنا امتحانات والراجل ما اصرش على انه يبقى فيه امتحانات كانت الدنيا هتقوم مش هتقعد دايما المشككين واللي عايزين يختلقوا مشكلة بتلاقيهم دايما بيطلعوا كده من السرداب وبيطلعوا كده في الخفة علشان يقولولك انت غلط انت اللي غلط كفاية كفاية تحطيم فعقليات نجحة راجل سرته الذاتية هي اكبر من العقليات كلها اللي معترض عليه راجل ناجح راجل عنده سيفي في اليونسكو انا انا على المستوى الشخصي انا حابب ان انا اتطور ان كنت انت مش حابين تتطوروا ده موضوعكم راجل طلع على كل الفضائيات معترض على جزء مهم جدا انا نفسي معترض عليه من زمان ويمكن بتكلم على الشاشات فيه من زمان السوشيال ميديا السوشيال ميديا هي اكبر نقمة بتودينا في مصار اشعاعات تعالوا نتكلم كده على السوشيال ميديا تحديدا في الامور كلها ابتدنا نوصل لكارثة اكبر انه يجي لي صورة مسئول وانه يجي لي صورة امام او المفتي الجمهورية وتحتيه خبر مغلوط الخبر ده انت شفته فين؟ على الفيسبوك شفتوا ان الخبر ده سليم ولا لا ايوه ما هو موجود على الفيسبوك فكرة التعامل مع الانترنت نفسها بقى فيها سلبيات يعني ايه؟ يعني النهاردة انا موجود معايا موبايل عليه فيسبوك وعليه مواقع اخبارية انا اخترت ان انا ادخل على الفيسبوك واخد اخباري هي ايه دي السلبية؟ انما لو خدت اخبارك من على مواقع معتمدة رسمية النهاردة ده الطريق السليم فكرة اعتراضك على طريقة التعليم وانت عاد في البيت انت منزلتش تعاصر تعالوا تعالوا كده نتكلم في الفكرة اللي تكلم فيها هو الراجل مسؤول عن تعليم طالب ولا عن اهالي موجودين في الشارع قدام المدارس عاملين تجمعات واحنا عارفين كويس ان فيه اوبئة عارفين كويس ان فيه كورونا واقعدين متجمعين قدام المدارس عاملين زحمة مفيش دخول مفيش خروج تحسن ان العقليات نفسها هي اللي عايزة تودك للطريق المظلم انتو يا اهالي مدركين اللي بتعملوه مدركين ازاي بتنزله تنقله مرض ما تسيب ابنك نازل من امن نفسه ادعيله انت في البيت وقفتك يا حجة قدام المدرسة هي اللي هتنجح بنتك ولا ابنك عقليات غريبة انا بناشد كل الاهالي وكل اهالي طلبة السنوية العامة تخليك في البيت هتعرف ابنك حل ولا محلش اول ما يخرج من اللجنة تسيبه يروح هادئ عصبيا ليه نوتره وليه نشغله بوقفتك برا ليه نعمل تجمع في وقت ده حتى لو مفيش كورونا انا مش موافق مش موافق على الوقفة دي دول مش اطفال خلاص دول الناس داخلين جامعات اه امور كتير انا انا نفسي اه يعني وان كان فيه سلبيات ممكن تكون موجودة هتلاقيها حالات فردية هتلاقيها حاجات شخصية وهدفهم اللي بيعملوا السلبيات انهم يوقعوا المنظومة انما انا مصر على انه الوزارة نفسها تروح للتطور ونفسها يكون لنا شكل قدام العالم في التعليم يكون تعلمنا محترم يكون مواكب التكنولوجيا اللي موجودة في العالم كله ولا عيب ولا حرام اه خليني اخد اتصال اخير مساء الخير مساء النور دوابة من اسوان تازة دوابة تفضلي من اسوان انا اولا انا اولا بحي قادة نصر العظام السيد الرئيس ورئيس الوزراء والحكومة جميعا وكل الناس اللي تعبانا عشان خاطر مصر تجوم على رجليا ربنا يخليهم ويبارك فيهم والله انا بشكرك والله ربنا يحفظهم من كل شر والله بشكرك ويعلموا انهم متقين الله في اهل مصر فربنا هيجعلهم مخرج بشكرك والله وبشكرك صالح وحيرزقهم من حيث لم يحتسبوا ويعلموا ان بعد المحلة في فرق باذن الله بشكرك يا حجة دوابة او استاذة دوابة اسمك حتى جميل زي الفاظك وزي دعواتك فعلا والله العظيم لو حد ده مرارة احساس المسؤول والقيادة السياسية في الفترة اللي احنا فيها دي تحديدا والله ما هينام فكرة انك تكون بتتحارب من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب وبتتحارب جوه بتتحارب بأوبئة وبتتتحارب بحيات كتير قوي حروب داخلية وخارجية مش هيجيلك نوم هتتجنن انا بقولك هتتجنن امور صعبة قوي تحملها يعني مش هقول مؤسسات الدولة خاصة القيادة السياسية بتتحمل مسئولية مفيش فترة في مصر عدت عليها كمية الضغوط دي ورغم ده أقوية ومكملين بإذن الله مكملين ليوم الدين فيه أمور كتير نفس أتكلم فيها إنما وقت الحلقة جري بسرعة والأخبار كتير جدا علينا والمسئوليات كتير إنما هنكمل مع بعض هنكمل مع بعض على على الصفحة أكيد بنتابع بنتابع الأسئلة الاستفسارات الشكاوة كل حاجة هنتبعها وحتى إشعار آخر حتى ظهرنا بالشكل الجديد والشكل اللي يخدم أكتر الشكل اللي يخلينا متواصلين مع كل نجوع وأقاليم مصر قبل محافظاتها الرئيسية نفسي أراهن بإذن الله واكسب الرهان على وعي الشعب المصري ووعي الناس في التعامل في الفترة اللي جاية الدولة عملت اللي عليها عدت الفترة اللي فاتت بحلوها ومرها إن شاء الله اللي جاي يكون أفضل هنكون معاكم زي ما قلتلكم بشكل جديد شكل فيه تطور أكتر يفيد الناس يفيد المجتمع بشكركم في نهاية اللقاء وبقولكم أصباحه على خير وأراكم الأسبوع الجاي على خير السلام عليكم